موسيقى تظهر العشرات في مدينة طفاس وبلدات تلشهاب واليدودة في درعة مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون النظام وإخراج الميليشيات المدعومة إيرانية من المحافظة المتظاهرون هاتفوا بعبارات منددة بميليشيا حزب الله اللبنانية والميليشيات الإيرانية وطالبوا بإسقاط النظام من جديد تعود حركة التظاهر إلى درعة جنوب سوريا درعة التي شهدت أولى المظاهرات في سوريا في الثامن عشر من أذار 2011 سيطرة النظام على المحافظة منذ عام يبدو أنها لم تنهي الحراك الشعبي والثوري فيها موقع نداء سوريا نشر فيديو لعشرة المتظاهرين ليلا جابوا شوارع بلدات تلشهاب والعجم وزيزون غرب درعة حملوا فيها لافتات تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين ملسقات جدارية انتشرت في ثلاث عشرة مدينة وبلدة في ريف درع الغربي تضمنت مطالبات بطرد إيران من سوريا وكشف مصير المعتقلين القابعين في سجون نظام الأسد مراسل حلب اليوم قال إن قوات نظام اعتقلت الطبيب قاسم محمد الحسين المختص في الجراحة العظمية في بلدة الغارية الغربية بريف درع الشرقي مضيفا أن عناصر فرع المخابرات الجوية اقتحموا عيادة الحسين في البلدة حيث تم اعتقاله أمام المراجعين بطريقة سيئة دون معرفة السبب الحراك الشعبي المتصاعد في درعة يضاف إلى توتر الأوضاع الأمنية حيث قتل ثلاثة عناصر من قوات النظام وأصيب آخرون إثر هجوم نفذه مجهولون على حاجز قرب قرية أم المياذ شرق درعة وفق مراسل حلب اليوم المظاهرات في درعة لم تكن الأولى فقد خرجت في الأسبوع الماضي مظاهرة في بلدة الشجرة بمنطقة حوض اليرموك في الريف الغربي التي تسيطر عليها قوات النظام مطالبين بالإفراج عن المعتقلين وخروج إيران من المنطقة مظاهرات ربما تمتد في الأيام المقبلة إلى كامل أرحب بضيوف أحمد المسلم الصحفي من الأردنية السورية وأيضا ياسر رحيل صحفي من اسطنبول بداية معك أستاذ أحمد ما الذي يحدث في درعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم ولكافة سادة المشاهدين ولضيفك الكريم الذي يحصل في درعة هو عودة إلى المربع الأول لهذه الثورة والعودة إلى الهتافات التي تطالب بإسقاط النظام هي الثورة كما عهدناها الباقيين على العهد والشرفة والذين ما زالوا يحملون مبادئ وفكر هذه الثورة المباركة الآن هم موجودين خرجوا جاب الشوارع يطالبون بإسقاط النظام يطالبون بالمعتقلين وأيضا رددوا بخروج إيران وحزب الله من الجنوب السوري ومن كل سوريا أيضا هذه الذي يحصل الآن هو نتيجة العمل الكبير الذي يقوم به الناشطون في الداخل من تنسيق وعمل كبير جدا خلف الكواليس وخلف كافة الأمور ليظهر هذه الثورة بخروج بمظاهرات سلمية تطالب بذلك هذا نتيجة الإجراءات التعسفية والقبضة الأمنية الكبيرة التي يمارسها حزب الله اللبناني وإيران عبر ذراعهم العسكري والخلايا النائمة التي تقوم بالاغتيالات هنا وهناك ورمي الجثث هنا وهناك والاعتقالات والسرقة والنهب والتضييق على المدنيين وأيضا الاختطافات التي تحصل بكل فترة وأخرى وأيضا الوضع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه الكثيرين بالإضافة إلى التهديد بالسحب الخدمة العسكرية كل هذا أدى إلى خروج هذه المظاهرات والذي وصل إلى هذه المرحلة هو خروج الجثث من أقبية هذا النظام العفن المعتقلين هم الجرح الذي ينزف إلى هذه اللحظة وما زال ينزف وطالبوا بالخروج بالمظاهرات لإخراج المعتقلين نعم بالانتقال إليك سيد ياسر هل يمكن أن يستجيب النظام لمطالب المتظاهرين ويفرج عن المعتقلين سمعنا أن أهم المطالب هي الإفراج عن المعتقلين نعم بداية تحية لك والسادة المشاهدين جميعا ولضيفك الكريم بكل تأكيد النظام يعني ينفي تماما وجود أي معتقلين عنده حتى أن رأس النظام بشار الأسد صرح لروسيا اليوم منذ يومين أن لا يوجد إذاء لأي شخص في السجون لذلك النظام بشكل قطع للمعتقلين ولا يعترف بوجودهم ويتهم الثوار والثورة السورية بذلك بكل تأكيد لن يعترف ولن يقوم بذلك للأسف الأسماء تتوارد بشكل متتابع إلى أهاليها إن كان عبر الصدفة أو عبر النفوس أو دائرة النفوس يبلغ أهالي المعتقلين بمقتل أبناهم للأسف يعني بالأسبوع الفات أو منذ تقريبا عشرة أيام في درعة بالذات وفي المنطقة الغربية أحد الشباب عندما ذهب للحصول على بيان عائلة البيان العائلة يشمل كل أفراد العائلة وجد أن أخوه معتقل والمنشق كان عن الجيش وكان معتقل وسلم نفسه أثناء التسوية قبل عام ونصف في درعة وجد أن أخوه قد قتل وسجل في بيانات النفوس ودائرة النفوس التابعة على أنه متوفي وجميع أفراد العائلة لا يعلمون بالأصل أين مصيره لذلك النظام لن يرد ويعني كما تفضل ذيفك سنتشهد في الأيام القادمة المزيد من المظاهرات كون حتى المدنيين في داخل درعة يعلمون ذلك بشكل كبير أن النظام لا عهدة له ولا مصداقية وسيقوم الأهالي بالمزيد مثل هذه التحركات إن كانت على الصعيد المدني وحتى على الصعيد العسكر يعني أيضا يوم أنت سعدنا عملية لا نعلم حتى الآن المصدر لكن هناك نتج عنها مقتل ثلاث عناصر أحد العناصر هو ضابط بالقرب من مدينة الأمة المياذة يجب الإشارة أيضا إلى أبرز المطالب التي طالب الأهالي إليها وهو خروج الميليشيات الإيرانية نحن الآن نتكلم عن الريف الغربي المحاذي لحدود الجولان المحتل طبعا هذه الإيرانية وعلى رأسها حزب الله تتحاول منذ دخول النظام ومنذ اتفاق التسوية التغلغل في هذه المحافظة كونها تقل في جنوب سوريا ويعلم أن نظام إيران دائما يسعى للتغلغل في مثل هذه المناطق الآن المنطقة يعني للأسف قبل فترة من الآن لم يكن تحركهم ملحوظ بشكل كبير لكن أهالي المنطقة الآن في الفترة الأخيرة بدأوا يسمعوا بالأسماء اللبنانية بالأسماء الإيرانية بدأت تتوارد مدربين ألاف الدولارات تصرف من أجل تطويع الشباب فرق اغتيالات نحن نتكلم حتى عن الاغتيالات نتكلم عن تقريبا 250 محاولة اغتيال منذ اتفاق التسوية قتل فيها تقريبا 150 شخص هذه الاغتيالات من ورائها أكيد الصراع الروسي الإيران نعم سنعود معك سيد ياسر الحديث عن هذه الميليشيات وتواجدها لكن أود الانتقال إلى الضيف أحمد بالحديث عن المعتقلين كم عدد المعتقلين في درعا؟ هل هناك إحصائيات تؤكد عددهم حتى الآن؟ نعم أختي الكريمة الأرقام في محافظة درعا هي كبيرة جدا للمعتقلين ليس هناك إحصائية رسمية للمعتقلين كون الكثير منهم مغيبون ومفقودين بشكل كبير جدا أرقام كبيرة هناك أكثر من 100 ألف من المعتقلين بين الذين تم اعتقالهم منذ سنوات الثورة الأولى حتى بداية التسوية بعد التسوية هناك أكثر من ألفين تم اعتقالهم بعد التسوية والمصالحات والوعود الطنانة والرنانة التي أطلقتها روسيا وهناك أكثر من ألفين إلى ألفين وخمسمائة من المعتقلين بالإضافة إلى المشقين الذين سلموا أنفسهم والذين صدقوا عهود هذا النظام الذي لا عهود له ولا ميثاق الأرقام تزيد عن المائة ألف بين معتقل ومفقود في محافظة الدرعة أرقام هائلة جدا من الشباب اللي يبقى وعقبية هذا النظام تحت التعذيب بدم بارد ويتم تسليم بطاقات الهوية أو لا يتم تسليمهم بطاقات الهوية وكما ذكر ضيفك الكريم عندما يذهبون إلى الأحوال المدنية والسجل المدنية تفاجأ عندما يريد إخراج أي ورقة رسمية تفاجأ بأن أخوه أو أبنه أو أحد أفراد عائلته قتل تحت التعذيب دون أن يعلم نعم ابقوا معي ضيفينا سنذهب إلى فاصل قصير نتابع بعدهم في مآلات التصعيد في درعة ترجمة نانسي قنقر 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 أهلا بكم من جديد إلى ثناء الخبر نتابع في حلقتنا هذه مناقشة مآلات المظاهرات التي خرجت في عدد من مدن وبلدات درعة يبقى معنا في هذه الحلقة من اسطنبول الصحفي ياسر رحيل ومن الحدود الأردنية السورية أحمد المسلمة بالعودة إليك أستاذ أحمد كم عدد رافضي الخدمة في درعة نعم رافضي الخدمة هم من موليد 2001 وما دون 2002-1999 الأرقام كبيرة جدا لا توجد إحصائية رسمية للشباب الرافضين للخدمة ولكنهم إلى هذه اللحظة هم من ولد في هذه الثورة ومن طلب عفوا في سنين الثورة ثمان سنوات تراكم ثمان سنوات طيلة هذه الفترة وأيضا هناك الاحتياط الأرقام كبيرة جدا الرقم يفوق المئة وخمسين ألف من المطلوبين بين الخدمة الإلزامية بتراكم ثمان سنوات في تراكم الثورة بالإضافة إلى الذين مطلوبين إلى الخدمة الاحتياطية يفوق العدد إلى مئة وخمسين ألف من الشباب بالإضافة إلى أكثر من مئة من المعتقلين ولم يبقى في يعني هذا العدد يساوي الربع من أبناء محافظة الدرع التي يصل عددها إلى أكثر من مليون ونصف عفوا مليون ومئتين ألف نسمة في حوران وكلهم من الحواران وكلهم على العهد باقون إلا ثلة قليلة غلبة على أمرها الآن والبقية ستكون بأون الله تعالى وقود ليكمل هذه الثورة وبالتالي أستاذ أحمد كم عدد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف قوة النظام هل هناك إحصائية تقريبية لها؟ الذين ذهبوا إلى خدمة النظام هم من القلة القليلة الإحصائيات التي بين أيدينا بعد التسوية وبعد عمليات التسوية من أكثر من سنة ونيف على هذه التسويات الأعداد لا تزيد عن الثمانمائة إلى ألف فقط الذين ذهبوا لتأدية الخدمة العسكرية عند النظام بخاطرهم أو بشكل طوعي أو هم ذهبوا ولكن هناك الذهاب القصري من المعتقلين يتجاوز إلى ألفين إلى ألفين وخمسمائة بالإضافة إلى التطويع وللأسف هناك التطويع والتشيوم حزب الله اللبناني وفيلاق القدس الإيراني هناك أكثر من أربعة آلاف من الذين تم تشييعهم عبر المال وعبر وسائل أخرى للضغط عليهم وللأسف هناك أيضا من موظفي الدولة والمدينة ما زالوا على رأس عملهم الذين ينتمون إلى الميليشيات الإيرانية والشيعية في الجنوب السوري وعددهم يزيد عن الثلاثة آلاف وخمسمائة بالمجمل كلهم بين الذين ذهبوا إلى حزب الله اللبناني والتشييع والأعمال هذه بالإضافة للذهاب إلى قوات النظام بشكل طوعي لا يزيدون عن أربعة آلاف شاب نعم بالانتقال إليك سيد ياسر هل يمكن أن نشهد انشقاقات جديدة من أبناء درعة عن صفوف قوات النظام؟ بالتأكيد حصلت أثناء بداية معركة ريف إدلب الجنوبي وحماء الشمالي شهدنا بعض حالات الانشقاق يعني عشرات الشباب هون نحن في عنا نوعين للانشقاق حصل بالفترة الأخيرة خاصة بعد التسوية اللي حصلت أحد الانشقاقات هو الفرار من الجيش والهروب من الجيش والانضمام إلى صفوف الثورة والطرف الثاني هو عدم الالتزام والالتحاق بقطعاته العسكرية عند طلبه إن كان عاد بإجازة أو كان رفض تسليم نفسه من أجل الخدمة الإلزامية وهم بالمئات هؤلاء الأشخاص الذين بقوا في مدنهم وبلداتهم يعني كما يعلم الجميع اتفاق التسوية في الجنوب السوري هناك بعض المناطق لا تدخلها أبدا قوات النظام يعني عمق المناطق كمدينة الصنمين وتفاس ودرع البلد وحتى يعني في المنطقة الشرقية هناك عدد من المناطق لا يدخلها أبدا قوات النظام إنما تضح حواجز في محيطها لذلك هناك المئات من الشباب والألاف منهم موجودين داخل هذا القطر قطر بمدينته أو بلدته لا يخرجون خوفا من حواجز النظام التي تسقهم بشكل مباشر إلى خدمة العسكرية أو اعتقالهم ومعاقبتهم على فرارهم من الجيش ويعني بالفترة الماضية وبالأخص عندما بدأت المعركة ضد عندما بدأت النظام وروسي معركتهم ضد المدنيين في إدلب المئات من الشباب رفضوا الذهاب والالتحاق بقطعاتهم العسكرية نعم لو عدت إليك أستاذ أحمد ما هو موقف شيوخ العشائر من هذه المظاهرات شيوخ العشائر في هذه الأيام هم من المغلوبين على أبريم بشكل كبير جدا حيث أنهم كما يقول مثلا أكلوا الموس على الحدين لا يستطيعون أن يقفوا بوجه هذه المظاهرات خوفا من الأهالي والمدنيين ولا يستطيعون الوقوف بجانب النظام خوفا من النظام وزبانيته الشيوخ العشائر الآن هم في حيرة من أمرهم ولكن ضمنيا وباطنيا وفي القلب هم هذه المظاهرات لأنهم يعرفون تماما مدى حقد هذا النظام ومدى همجية هذا النظام وعدم الثقة بهذا النظام المظاهرات خرجت في مناطق هي مناطق عشائرية وهناك وجود العشائر ووجود للأهالي بشكل كبير جدا أكثر من 15 نقطة تم تسجيل خروج هذه المظاهرات التي كانت بإلصاق الأوراق ومن ثم التجوال والخروج في القرى والبلدات وجوب الشوارع هذا يدل بأن هناك موافقات ضمنية من وجهاء العشائر وإن كان المختار أو الشيخ العشيرة على هذه المظاهر طبعا المتظاهرين طالبوا بإخراج الميليشيات الإيرانية أستاذ ياسر أين التمركز هذه الميليشيات في درع اليوم بالتأكيد نحن للأسف أثناء اتفاق التسوية كان أحد الشروط هو عدم دخول قوات إيران إلى المنطقة لكن يعلم الجميع أن قوات إيران وميليشيات حزب الله وفيلق القدس تخفت بزي النظام ودخلت هذه المحافظة وحتى أن روسيا سهلت لها دخولها الآن هناك أكثر من نقطة تتركز في قوات إيران لكن المعسكر الأكبر والامبراطورية المخدرات والسلاح والتهريب بالنسبة لهذه القوات التي تعتمد لها في اقتصادها الآن في منطقة اللجاء المعروفة بقصاوت طبيعتها لذلك تحاول ميليشيات إيران البقاء فيها وحتى حزب الله يوجد هناك واحد من أكبر المعسكرات لتجنيد الشباب وتطوعهم وإنشاء فرق اغتيالات في منطقة اللجاء وفي أحد المعسكرات التي كانت بالأساس تابعة للنظام أيضا المنطقة الغربية شهدت محاولات لميليشيات إيران للتقدم واحتلال بعض المنازل في المنطقة وبالأخص وادي وحوض اليارموك لكن قُبلت بطرد من قبل أهالي وأثوار في المنطقة بالأسلحة الخفيفة أيضا للأسف هناك المئات والألاف من هؤلاء الموجودين ضمن فرق وفيالق الجيش التابع للنظام نتكلم عن الفرق الخامسة والتاسعة والفرق الخمسطاش هذه الفرق الثلاثة تسهل عمل هذه الميليشيات في المنطقة وحتى الفرقة الرابعة التي بالأساس هي مضاعة لإيران تسهل عملياتها من تهريب وتجارب البشر وتجارب المخدرات حتى أن هذه التجارة أدت إلى كارثة بالنسبة للنظام وحتى للجانب الأردني الذي منعه ويعني دائما ما يقوم بإيقاف معبر نصيب مع تقدم هذه الميليشيات باتجاهه كونه يعلم أو كون الجانب الأردني يعلم بشكل مباشر أن هذه الميليشيات اقتربت تحت غطاء الفرقة الرابعة أو غيرها من الفروع الأمنية التي تتبع بشكل معين لإيران وطهران وعند اقترابهم من الحدود نرى مباشرة يقوم الجانب الأردني بإغلاق فورا المعبر ومنع دخول البضاع بالأخص من الجانب السوري كونه يعلم أن الجزء الأكبر من هذه البضاع قامت بالقدوم من ميليشيات إيران وحزب الله وتحمل مواد مخدرة وأسلحة يريد الحزب وإيران تهريبها باتجاه الجانب الأردني نعم، أستاذ أحمد لطالما هددت إسرائيل بضرب المواقع الإيرانية في الجنوب السوري لماذا تسكت عن توجدهم الآن؟ إسرائيل تم استهداف عدة مواقع لهم أن كان في محيط بلدة غباغب وأيضا في منطقة القنيطرة تم استهداف حزب الله اللبناني والحرص الثوري الإيراني عدة مرات ولكن بالفترة الأخيرة لم يتم استهدافهم بشكل واضح أو لم يتم استهدافهم بهذه المناطق إسرائيل لا نعرف ما هي الحجة التي تمنعهم من قصر إسرائيل مع ما أنها كانت تطالب وكانت أحد شروطها بالموافقة وأبعادهم عن الحدود من 40 إلى 70 كم وهم موجودين في منطقة بير العجم ومنطقة الحميدية والصمدانية بالإضافة إلى غدير البستان وهي مناطق محاذية جدا بشكل كبير إلى الحدود المحتلة مع الجولان المحتلة وموجودين في منطقة الشجرة وهم الآن تحت مسمى فرسان الوطن وهي جمعية شيعية أو تنظيم شيعي جديد يخرج علينا هم من موظفين الدولة ينتشرون على الحدود السورية الأردنية من المنطقة الصفر بكوية باتجاه الشرق إلى بلدة زيزون وحيط وأيضا تواجدهم في منطقة اللجاء التي لا تبعد أكثر من 40 كم غربا باتجاه مناطق الحدود الإسرائيلية وأيضا موجودين بتل تلول فاطمة الموجودة على مثلث أرياف درعا دمشق القنيطرة بشكل كبير جدا وتل تليو إن بالإضافة إلى نبع الفوار في منطقة الريف القنيطرة إذا عددنا مواقع تواجدهم في هذه المناطق فهي كبيرة جدا وهناك قيادات لهم بدأت في الوصول إلى هذه المناطق وأيضا الآن في هذه الأيام يوم أمس واليوم هناك التعزيزات التي تذهب إلى تل أجموع بين مدينة نوأ ومدينة تسيل وهو تل يشرف على المنطقة ويراقب المنطقة معدات إيرانية ومعدات من حزب الله اللبنانية للسيطرة على تل أجموع الاستراتيجي علما بالألفين وستة كان هناك تواجد لإيران في هذا التل وخلال الثورة انسحبوا منه بعد تحريره من الجيش الحر والآن بعد أن سيطروا على المنطقة يعودون إلى هذا التل بشكل كبير جدا وأيضا تل الحر والذي من تل الحر يستطيعون مشاهدة بحيرة طبرية في فلسطين المحتلة ولم يتم اعتراضهم من إسرائيل أو قصفهم من إسرائيل فهم متفقون على أن يأخذوا الجنوب السوري مع إسرائيل نعم أود أن أختم معك أستاذ ياسر أين تقف روسيا وهي الضامن لاتفاقات التسوية من هذه المظاهرات التي تخرج اليوم في درعا؟ بكل تأكيد روسيا هي إلى جانب النظام فهي شبه أكيد أنها ترفض مثل هذه الحالات كون هذه الحالات كما شاهدنا يوم أمس لقد تقطية كبيرة من الإعلام إن كان العربي أو حتى الأجنبي وحتى الروس نفسهم والنظام تفاجأ بخروج هذا العدد في المنطقة الغربية من درعا ومطالبهم إن كان المعتقلين أو حتى خروج إيران أو حتى إسقاط النظام بظل سيطرة النظام وعودة النظام ومحاولته مع عاقبة الأهالي وعدد الهائل من الاعتقالات والجرام التي ارتكبها بعد أن عاد النظام لكن الأهالي أصروا إلى الخروج هذا الشيء بكل تأكيد فاجأ إن كان الجانب الروسي وحتى الجانب النظام لكن بالنسبة للشارع السوري هو أكيد ليس مفاجأ يعلم الجميع أن محافظة درعا هي مهد الثورة السورية ويعني هي من أولى المحافظات التي تحررت تقريباً بشبه كامل يعني أكثر من 75% من محافظة درعا كانت محررة بشبه كامل تقريباً ويعلم الجميع أن أغلب الثوار في المحافظة رفضوا التهجير باتجاه الشمال لذلك الآن هناك آلاف الثوار ومئات آلاف الثوار في المحافظة لكن ينتظرون الفرصة المناسبة من أجل القيام مثل مثل هذه المظاهرات وغيرها إن كانت في درعا البلد وطفز سابقاً وحتى المنطقة الشرقية عندما شهدنا منذ أيام أيضاً تصدي لبعض عناصر الأمن وحتى في بصرة وغيرها من أرجاء المحافظة نعم شكراً لكم ضيوفي السيد أحمد المسالمي الصحفي من الحدود الأردنية السورية وأيضاً ياسر الرحيل صحفي من أسطنبول كنتم معنا اليوم شكراً لكم فصل قصير نفتح بعده ملف التطورات الميدانية على محور ركبين بريف اللاذقية وتصاعد القصف على ريف إدلب اشتركوا في القناة